وتنضم معنا من استوديوهاتنا في الدمام استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة لمية إبراهيمة أهلا بك دكتورة لمية صباح أو مساء الخير وكل عام أنت بخير مساء النور والسور كيف حالك يا أحمد وكل عام أنت بخير وجميع الأمة الإسلامية يعطيك العافية دكتورة لمية نتحدث اليوم عن وعي المجتمع بهمية الإجراءات الاحترازية في ظل يعني أن الواحد يعيش فرحة العيد كيف تنظرين لهمية أيضا الانتزام بالإجراءات مثل هذا اليوم بالتزامن أيضا مع الاحتفاظ ببهجة العيد والفرحة في العيد ولقاء أيضا الأسرة واجتماعاتهم اليوم أنا مجرب وطبيب أتكلمكم لأنه نفس الوضع أنا حين أكلمكم باستوديوهات الدمام جاي برضو أني عايد أهلي فوضع الاحترازات وتطبيق الاحترازات فيها نوع من الحساسية بين شوقك إلى أنك أنت تحتفل مع أهلك وتنبسط مع أهلك وفي نفس الوقت بحيث أنك ما تتسبب لهم بالضرر ولا تتسبب على نفسك بالضرر في احتياطات كثيرة ذكروها طبعا ذكرها المتحدث الرسمي أكد عليها أيضا معالي وزير الصحة من ناحية أنه تقيد بعدد التجمعات ولما قيد بعدد التجمعات عشرين على الأكثر يعني بمعنى لما يكون المكان صغير لابد أن يكون عدد الناس الموجودة أقل من حتى عشرين لتضمن أنه وجود مسافة بين الناس لما تتكلم وتتواصل لأنك ما تضمن أنه بيكون عليهم الكمامات وممكن أنهم لما يكونوا قريبين من بعض أن الرذاذ التنفسي العطاس الكحة أو مع الكلام مع الرذاذ التنفسي ينتقل إلى الطرف الآخر وبالتالي يعدي في الشيء الثاني أيضا ضرورة أيضا الاهتمام بوجود المطهرات أنا شفتوا حتى حاطة مطهر عندي لأن جيت للستيديو شبتني الكمامة فضروري أن يكون استخدام المطهرات بشكل مستمر وأقترح لهذا أعطوا المهمة إلى الأطفال خلوهم القادة قادة الحماية من العدوى بحيث أن يكون وجود المطهرات اليدوية بكل نص ساعة تقريبا أو مثلا على حسب الوضع أنهم يديروا على الأهالي أو الناس الموجودة أنهم يطهروا يديهم لهذا نحن لم يقول لك لا تصافحهم لا تصافح لأن فرصة أن يكون اليد فيها ملوثات تنتقل إلى اليد الأخرى وبالتالي لما يكون الشخص بالحركة الطبيعية يضع يده على وجهه ممكن أن ينقل إلى نفسه المرض وبالتالي أن ينقل إلى الآخرين المرض بدون أن يحز حتى لو كان مطاعم لأن ربما المطاعم يمكن فرصة أن تجيه العدوى أقل من غير المطاعمين لكن ما يعني هذا الشيء أنه يده غير ملوثة وأنه ممكن أن ينقل المرض إلى الآخرين خصوصا الناس اللي يدخلوا فيها مضاعفات كبيرة اللي عندهم مشاكل صحية يعني مزمنة أو أنه عندهم أيضا كبار السن رغم أنه أيضا في حالات من بعض الناس الأصحاء دخلوا في مشاكل كورونا وبعضهم انتهت إلى الوفاء وهذا الشيء اللي احنا ما نتمنى أن يصير فيه ناس يمكن أن يستخدم يعني أخذت الاحتياطات بشكل أنه قلنا يصيبنا إلا ما كتاب الله لنا هذا أمر واقع ولكن وإحنا مؤمنين فيك مسلمين ولكن في النهاية لا تلقوا بأنفسكم للتهلكة وما أودنا أن نحن نطلع من العيد وأن يكون فيها حوادث وخصوصا حوادث إصابات الشعور الذنب من الشخص اللي يتسبب على الآخرين وخصوصا ما يكونوا أحباءه تسبب عليهم بالعدوى سيستمر معا لفترة طويلة يعني إذا ما يستمر معا طول حياته ما في داعي نحن نعيش هذه الشعور في العيد لا تنشر غير الفرح جميل دكتورة باللمية في نقطة يعني ممكن البعض يتكلم عنها أو يتحدث عنها بشكل كبير وممكن تناولها في بداية الأزمة وخلال العام الماضي الجلوس في الأماكن المفتوحة أكثر يكون أقل لنقل الفايروس والهواء يكون متجدد صحيح كيف تشعرين يعني الاهتمام بهالنقطة وممكن الأجواء إلى حد ما في الليل تكون كويسة يعني أثناء الاجتماعات هل تشعرين أنه فعلا الاجتماع في الأماكن المفتوحة أفضل من الأماكن المغلقة في نقل الفايروس أو الاهتمام بشكل أكبر وحيال الجانب بالتأكيد لأنه أساسا فيروس كورونا هو فيروس تنفسي فوجودنا في الفضاء سواء كانت مثلا الاستراحات أو في الحدائق أو التجمعات مثلا نتكلم عن الشرقية أو في مناطق اللي تكون صحراوية مفتوحة بيكون فيها فرصة أن الأنفاس ما تكون فيها موجودة في نفس الغرفة في نفس المكان غير أنه يعني هي ما في شيء نقول أو شيء يعني علمي دقيق أنه هو فيروس كورونا يقضي عليه الحرارة بس هو بشكل عام أنه حيتشتت يعني في الفضاء اللي مفتوح نظل دائما نأكد على وجود استخدام أو تطهير الأيدي بالمعاقمات هذا جدا مهم سواء أن كنت بره أو يعني في فضاء مفتوح أو في داخل الغرف أكيد في الغرف يعني فيروس كورونا يظل فترة أطول على فكرة على الأسطح يمكن على بره أنه مكان مفتوح بس هذا ما يمنع أن يكون يجلس شخص مثلا على كرسي أو على حتى المتكة ويده ملوثة لأنه أصلا عنده فيروس كورونا ولا يعرف عن نفسه ويجلس شخص ثاني في نفس المكان وعندك أيضا استخدام الأدوات عندك القهوة مثلا أو فناجيل القهوة فناجيل الشاهي الأكل الضيافة هذه نفسها في مثلا حالات انتقل لها فيروس كورونا بسبب صباب القهوة اللي يصب القهوة عنده الفيروس فالشخص مسك الفنجال وبعدين لمس وجهه هذه النقطة جدا مهمة يعني إحنا دائما وش كيف نحمل نفسنا من كورونا فهم الإجراءات إحنا كل هذه الأشياء اللي قاعدة تعملها والاحترازات اللي توصي فيها وزارة الصحة تمنع دخول الفيروس إلى جهازك التنفسي كيف الطريقة يا أني أسكرة بالكمامة يا أني أنا أمنع المنافذ اللي هتدخلي الفيروس إلى الجهاز التنفسي اللي هي اليدين اليدين أو الناس القريبة مني بشكل أو آخر حتى العناق ليش هو منع العناق لأنه ممكن فيه فرصة أن يلتقي الجهاز التنفسي أو يكون قريب من شخص أنه يلتقي فيها الجهاز التنفسي حتى لما صارت فيها توصيات على الأطفال يمكن ما يمنع لو أنه الشخص يبغو أنه يعني يحضن أطفاله أو أطفال العائلة لو أنه كان واقف وجه الطفل مثلا من تحت أن حضن من تحت أو حضن من الظهر أهم شيء لا يلتقي فيها الجهاز التنفسي أنهم يبعدون الأنف عن الأنف حتى أنه ما يكون فيه فرصة إلى التلاقي بينهم لهذا نحن طبعا نوصي بالمسافات الآمنة قدر الإمكان ولكن طبعا فرصة الحين الاستراحات وأصلا هي فرصة جيدة حتى الناس تنطلق وتشمها وعلى قوتهم يعني ليش نحن دائما حابسين نفسنا في الغرف أو حابسين نفسنا في المجالس واستغلال أيضا للأجواء الأجواء لا زالت جميلة أو لطيفة إلى حد ما في مختلف مناطق المملكة هذه صحيح حرارة أربعين بس جيدة بالليل تكون جيدة وممكن الهواء يكون لطيفة بشكل كبير ذكرت نقطة دكتورة لمية في بداية حديثك هي مسألة اللي أخذوا جرعات كورونا كاملة اللقاح اللقاح كامل يعني أخذ جرعتين من اللقاح كورونا يعني مثل بعض الأشخاص اللي أخذوا اللقاح مثلا بيعتقدوا أنه خلاص يعني ما يتبع أي إجراء احترازي هل نستطيع القول دكتورة لمية أنه اللي أخذ اللقاح مثل مثل اللي ما أخذ اللقاح أيوة هو للأسف مفهوم عام صار وخلى الناس كثيرا أنه تتساهل في الموضوع كونهم أنهم مطاعمين فعلا اللقاح إذا كانت نسبة 70% من الناس أنها مطاعمة فهي فرصتهم أو فرصة إصابتهم بالمرض تكون أقل على حسب هذه الدراسات اللي موجودة بس هاي طبعا لازم أنه نصل إلى تطعيم المجتمع بشكل عام زين لكن في ناس إنها تطعمت وأخذت الجرعتين وأصيبت أيضا بفيروس كورونا يعني هو يمنع الإصابة بشكل يعني ما يكون بشكل سريع مثل الناس اللي إنها لم تطعم أصلا غير إنه اللي بيأخذ اللقاح لما يجيه الفيروس كورونا بتجيه إن شاء الله أعراض إنها تكون أقل خفيفة إلى متوسطة إضافة إلى هذا الشيء إنه ما ينقل المرض إلى الآخرين مثل الشخص اللي ما أخذ الفيروس بشكل مباشر هذه يعني الحكمة من أخذ اللقاح ولكن هذا ما يمنع وفيه قصص يعني نتكلم إحنا كله بالواقع فيه عائلة مثلا كلهم تطعموا والأم والأب والأسرة تطعمت عندهم بنت واحدة ما تطعمت على أساس كانت خايفة أساس الحمل وهذه الأشياء هي اللي نقلت لهم العدوى صحيح إنه ممكن ما أصيبوا بأعراض جدا شديدة بس أصابتهم العدوى بسبب البنت الغير مطعامة فالاحتياطات تظل إنها دائما يكون موجودة خصوصا لما عندك أحد في العائلة يعتبر من عالي الخطورة يعني كبار السن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم مشاكل صحية إنه صعب يعني إنهم يتحملوا قوة الإصابة بفيروس كورونا سوصا لما يلحقها من جلطات ومن مشاكل أخرى هي مو فقط المشاكل التنفسية فهذه ضرورة إنهم حتى لو كانوا مطاعمين إنهم يلتزموا حتى تجيهم التعليمات من وزارة الصحة إنه نحن النجاء حنجلت إلى الآن صحيح الحمد لله نسبة التطعيم عالية الدولة ما هي مقصرة الاحترازات وفيها شكتوا حتى كيف القوانين والفرض فرضت يعني حتى أكد عليها المتحدة الرسمية فرضت القوانين ولكن إلى الآن لم نصل إلى نقطة النجاء حتى نعلن لنا أنه ممكن أن نرجع إلى حياتنا الطبيعية ونتعامل بدون احترازات جميل دكتور ألمية ممكن البعض يقول أنه نركز بشكل كبير على الدعوة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ونغفل مثلا أنه نجيب طاري الجانب الإيجابي مثلا من نسبة الناس الملتزمة مثلا بالإجراءات الاحترازية بنسبة التباعد أيضا لبس الكمام والتعقيم وغير ذلك وش نقول لهؤلاء الأشخاص دكتور ألمية نطالع الأحصاءات والأعداد ترى يعني نسبيا الأعداد اللي عندنا موجودة معقولة لو لأنكم محتاطين وملتزمين وعندنا نسبة برضو فيه إقبال على التطعيم يعني في الوضع الراهن فيه إقبال على التطعيم احنا نتجاوزنا حتى 11 ألف مليون لكانت الحالات عندنا منتشرة بشكل شفنا في دول أخرى كيف ان انتشرت عندهم الحالات كيف ان صار عندهم ضغط في النظام الصحي الناس الواعية يعني استمروا في ذلك وما زالوا الناس تحاول انها تحمي نفسها في نفس الوقت فيه ناس نقول نسبة بسيطة من الناس انها ما زالت من المقاومين إلى التطعيم ومعارضين وانهم ماخدين الموضوع انه كورونا انها مؤامرة اعتقد انهم مع الزمن لما شافوا الحالات ومن ضمنها حالات انها توفت من اللي حواليهم اعتقد انهم راجعوا قراراتهم احنا في النهاية بالنسبة إلى فيروس كورونا دائما أشبه مثل لسواقة السيارات اعتبر نفسك انك العاقل الوحيد مهما يكون اللي حولك انت حاول دائما انك تحافظ على نفسك تحافظ على أسرتك كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعيته فيروس كورونا شيء ما هو مرعي وربما الناس يتهاون فيه ان كثرة الاحترازات منه متعبة لكن حاول انك تتاخذها ببساطة دائما مطهر عندكم هذا مدعاية إلى مطهر يكون موجود عندكم بشكل قريب بحيث انك تتعودوا حتى على المدى الطويل على المدى الطويل لا تلمس وجهك بيدك وهي غير نظيفة سواء بفيروس كورونا او اي فيروسات اخرى تتجنبوا لما يكون شخص عنده حرارة عنده عراض تنفسية يحاول يتجنب او ينبه الاخرين انه ما يحظنهم ما يقعد يقبلهم ما يقعد ياخذ راحة معاهم بدون وجود كمامة او ان يحفظ مسافة مسافة امنة والتهوية جدا ضرورية في الغرف وفي البيوت بشكل عام هذه كويقاية من الامراض التنفسية كانت كورونا او اي مشكلة صحية اخرى بامكان ان نتعايش مع الفيروس لو ان احنا تطبقنا اللي هي احتياطات الصحة العامة وربما ضارت النافعة ان فيروس كورونا جدد المعلومات بالنسبة الى الناس وخلاهم اكثر حرصا المطاعم اماكن كتيرا انها صارت اكثر حرصا عن الوقاية والله يعز الحكومة انهم ما قصروا وجود القوانين كانت عززت عززت ايضا التوعية وكل الكلام هذا اللي احنا نقوله وانتوا ايضا مشكورين في الاعلام انكم ما قصرتوا كل يوم انكم تذكروا الناس كيف انهم يحمون انفسهم جميل ايضا شكر لكل الذين يقفون في صفوف الامامية لمواجهة هذه الجائحة على مدار الاشهر وايضا العام الماضي انا اشكرك من استودياتنا في الدمام استشارية طب الاسرة والمجتمع الدكتورة لمية ابراهيم شكرا لك الله يعطيكم الى